تفيد معظم التسريبات والتقديرات بأن قطار التحقيقات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو بات على مفترق طرق حاسم فإما أن توصي الشرطة الإسرائيلية بإصدار لائحة اتهام بحقه ويأخذ المستشار القضائي للحكومة بالتوصية ويقدم نتنياهو للمحاكمة وإما أن يرفع الملف من دون توصية أو بتهمة مخففة وهذا ما قد يجنب نتنياهو كأس الاستقالة السيناريو المرجح في إسرائيل هو سيناريو الذي يرعب نتنياهو وقد يقلب الطاولة ويخلط الأوراق وهو ما يستعد له نتنياهو تارة عبر استراتيجية الالتفاف على لائحة الاتهام المتوقعة من خلال إصدار قوانين تحميه من المحاكمة وطورا عبر التشكيك بنزاهة الجهات الرسمية التي تحقق معه وموضوعيتها ومرة ثالثة عبر التركيز على جدول أعمال أمني أو سياسي وأحيال هذه النقطة يقول معلقون وخبراء إن نتنياهو لي يتورع عن إحراق كل المراكب في معركة الدفاع عن نفسه بما فيها الذهاب إلى الخيارات الأمنية التي تحرف الأنظار عن ملفاته الجنائية أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة لإعادة خلط الأوراق والعودة إلى رئاسة الحكومة بدعم جديد من اليمين الذي ينقسم بحسب معلقين بين من لا يعنيه فساد نتنياهو ويهمه الاستطان فقط وبين من يؤمن ببراءة نتنياهو معلقون يرون أن نتنياهو وخلال معركة البقاء يعمل بكل قوته على إرضاء شركائه في الاتلاف وحتى وزراء حزبه لضمان تأييدهم له وعلى الرغم من أن صدور لائحة اتهام ستحرج شركائه في الاتلاف كحزبي كولانو والبيت اليهودي إلا أن ذلك قد لا يؤدي بنظر معلقين إلى حل الحكومة أو الكنيسة ولا سيما في ظل مؤشرات التراجع في شعبية حزب كولانو برئاسة موشي كحلون وفي ظل خشية حزب البيت اليهودي من تحمل تبيعة إسقاط حكومة يمينية تنال رضى المستوطنين مع عدم ضمانه تشكيل حكومة يمينية جديدة في حالة الذهاب إلى الانتخابات أما الأحزاب المتطرفة المشاركة في الحكومة فتخشى من خسارة النعم والجوائز التي يغضيقها عليها نتنياهو بلا حساب ورغم الترجع الذي شهدته شعبيته في آخر استطلاعات الرأي والتظاهرات الأسبوعية الحاشدة ضد الفساد السلطوي في إسرائيل فإن نتنياهو لا يزال يحظى بثقة معظم الجمهور الإسرائيلي به كرئيس حكومة مع ذلك هناك مجموعة من المعلقين ترى أن نتنياهو بات في آخر معاركه السياسية وأن حكومته الحالية باتت في حكم الميتة سريريا سريريا